من أصل عشرين تلميذ جزائري راحوا يشاركوا في مسابقات رياضية في فرنسا 11 ما داروش كان يقولوا كثر لكنهم اعلنوا على 11 دعونا نتقولوا 11 11 ما رشعوش فروا هذا عمارهم بين 16 و 18 16 سنة و 18 سنة هذا ما زال موصوش بكاروية ثانوية فها فضيحة فضيحة بيتم عن الكلمة إلى درجة أن كانوا هما تصوروا هما رايحين وتصوروا هما جايين مش عارف لعندي الصورة لكن وضحت في الصورة فضيحة طيب هاو ليجي يقول لك تحية تبون وتحية شنغريحة نحن عارفين هذا ذوبار لا يوجد واحد عاقل في الجزائر لا يوجد واحد عاقل في الجزائر يشوف كل هذا الفساد كل هذا الضائع كل هذا الخراب كل هذا التدمير كل هذا الناس اللي لا يتفقد مرات عقولها كل هذا الناس اللي مرات تفقد نفوسها بالانتحار كل هذا الناس اللي يتفقد نفوسه كل هذا الناس اللي يتفقد نفوسه لا يوجد واحد عاقل وغلق حساباتهم واعتقالهم ويدخلهم السجون وتعذيبهم هذا كله خلى ان هذون يظهروا شوية مع الذوبار الذوبار برامديرين وفي ثكانات كثيرة الآن الدرك عندهหนومار البوليس عنده Weight مخابرات الداخلية عنده ثوبار المخابرات العسكرية عندها ثوبار المخابرات الخارجية عندها ثوبار المخابرات تعجب برم هنه ذي اللي بدروها مكمعةه الإرهاب عندها ثوبار الولايات كان الولايات هذا ما يسمى أبلوس Anderson ولايات الطلب منهم kepada مراكز كاللي يظهر صورة الجزائر معناه ثوبار عارفينه و كان اللي يشروهم هذا طبيعة البشرين لكن فيش واحد حر يقدر يشروه يقدر يعذبوه يقدر يسجنوه يقدر يقتلوه يقدر يضطهدوه يقدر يهاجموه يقدر يمسوه في عرضوه في نفسه بسح ما يشروهش أحرار ما يتشروهش ما يتباعو ما يتشروه هذه تعال تعال التلاميذ هاي جزائر جديدة علمش يهربوا الجزائر جديدة يهربونها تلاميذ لو كان لو كان كاين حاجة واحدة برك اللي تخلي هذا الجزائريين اه واحد عبد الحافيض ايزم هذا بعض الرياضيين خانوا أمانة الجزائر والقضية لدى العدلة يا وذو شباب صغار شافوا حالة البلاد شافوا أبائهم وأمهاتهم والحياة الميزيريا اللي عايشينها حياة الظنكة اللي عايشينها شافوا أشقاءهم واخوالهم وعمامهم اللي ضايعين 30 سنة وما يخدمش 35 سنة وما عندوش سكنة 40 سنة وما زال ما دبرش حتى الزواج شاف باللي الحياة تضيع العمر يضيع في الجزائر الناس تتجه للمخذرات وتتجه للبوطي هذا بدل ما يدفع 80 مليون ولا 60 مليون ولا 100 مليون تاعة البوطي مع كل ما فيها من مخاطر راح ولا يستبعد أنه ممكن نمو لبابا يقولوا ما تجيش ما تجيش ما تجيش وين جاي جاتك فرصة في أوروبا روح روح انقذ نفسك وممكن تنقذ خوتك أو باباك ويمماك كم بزاف اللي غامروا ووصلوا لأوروبا والآن هم اللي راهم يعيشوا في أسرهم في الداخل يبعثون لهم الدواو ويبعثون لهم 100 أو 200 أورو في شهر ويبعثون لهم حوالهم وين يروحوا وين هاي الشباب وين كانش الناس نغلقت أمامها في هذا البلد بكل إمكانياته غلقت غلقته الدنيا على الناس كي الجنود اللي كنتوا تقولونه هم انقذت الجمهورية وصف الضباط وصف الجند وينتفضوا ضدكم والبعض يحب يروح لتونس والبعض يتظهر في حوش المخفج لسنوات وفي العاصمة وفي بفاريك وفي باتنا وفي خنشلة وفي كل مكان هذو اللي كنتوا واحد الوقت أقنعتهم بالمدافع الجمهورية واحد أخر مافيش ليس هناك واحد عاقل لحب البلاد وحب شعبها يحترف بكم تابونه مزور حقيقة جابوه العسكر حقيقة مكاش الشرعية حقيقة فمساكن هذ الأطفال ومساكن هذ التلاميذ أنا من هنا نوجه لدائي لإخواننا الأحرار وإخواننا الجزائين اللي بره لا يقدروا يساعدوا هذ الأطفال يساعدوهم يعني لأن كان مون يكون 16 سنة 17 سنة وكان ما يلقاش طريق اللي توجهه في طريق صحيح ممكن يلقى رحوه في طريق خاطئ على الأقل خلوهم يدخلوا المدارس اللي يقدر يكمل دراسته في فرنسا أو يقدر يروح في مكان آخر أو عاونوهم مثلوا محتى واحد هارب من البلاد مثلوا محتى واحد يا أخوان ضاقت البلاد وربي يقول وأرض الله واسعة ضاقت البلاد في الأصل نقول للناس لازم نبقوا كلنا في بلادنا بما فيهم أنا لكن الآن لا أكذب عن الناس تروح للجحيم دنيوي لم يعد وطن للجزائريين أصبح منهب للمافيا العسكرية ووجهتها المدنية أصبح مسخرة أصبح مطحنة أصبح قلق قلق يعتري الأسر يعتري الناس قلق شديد الناس كلها منرفزة الناس كلها في حالة مش مستوية الدواس في الشوارع في الأسر لأنها ليس البلاد فقيرة ولا غالب لا يشوفوا كاللي يسوق في سيارة تعمليار وكاللي ما عندو صبات وكاللي يظهر في شاطئ خمسة أو سين كايتاج وكاللي ليس لديه قربي وكاللي دراهم تروح له بشكاير وكاللي يسلق 10 ألف أو 20 ألف لكي يشرب قهوة أو باكي دخانة أو حتى الحليب الذي يجب أن أخذ عليه لك حل المهزنة اشتركوا في القناة